اشتركوا في القناة بدعوة من الرهبنة الكرملية في حيفا أقيمت المسيرة السنوية التقليدية المعروفة بطلعة العدراء تكريما لأمنا مريم العدراء سيدات الجبل حيث انطلقت المسيرة من ساحة كنيسة اللاتين مرورا بشوارع حيفا والبهائيين وصولا لساحة كنيسة ستيلا مارس على رأس الجبل الذي يطل على بحر حيفا وترأس المسيرة غبطة البطريارك بير باتستا باتصاب الله وعدد من المطارنة والكهنة والراهبات والشمامسة والمعهد الإكليريكي وبحضور ممثلي المؤسسات وعشرات المجموعات الكشفية التي شاركت في الاحتفال وألاف من الحجاجي والوفودي من مختلف المناطق ممثلي لبد licenses for the life of all the church of Dollyland from all the parishes all the communities all the ومع المرات والمجرسة مع المرات المتحدة هنا وهو مجرد من الوحيدة لجميع المجتمع المدينة من دوليلاند شكرا للمرات المرات المتحدة في كارمل ين حيفا أنا طبعا بشارك في المسيري منذ طفولي لأنه أنا ابن حيفا وخاصة لما كبرت شوي كنت أنهضم مشاركة ولاد الخدمي من رعية ماريوسف للاتين فطبعا هذا إشي مؤثر نشارك في المسيري مسيري حول أمنا مريم العذرة وطبعا لما كبرت كمان أنا كنت أهتم بكل الجانب الإعلامي للمسيري واليوم يعني أعطيت المجال للآخرين طبعا أنا بشكر الرهبن الكرمليي على تنظيم هاي المسيري وشكرا لأن نور سات على التغطي على الأقل على هذا الحدث اللي عاد من أكبر الأحداث عند المسيحيين في الأرض المقدسة وبسواعد المؤمنين تم جرد مثال أمنا مريم العذرة بحبال من قبل المؤمنين وبعدها حمل على الأكتاف مع تلاوة السبحة الوردية مهللين ومرتلين حيتي ملكة السماء يا أمنا في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم ومجد مريم يتعظم في المشارق والغروب كرموها عظموها ملكوها في القلوب نحن موجودين اليوم بصلاوات واتحاد للوحدة المسيحية طبعا عنا العذرة السفانية مثل ما تشايفين هي أمبوع الزيت السماء أملت علينا وأعطتنا بإكرامها عن طريق أختنا ميرنا الأخرس من سوريا من حي السفانية فاليوم نحن مشاركين كمجموعة بأفراح من العذرة لتساعدنا تعطينا القوة نحن وهذه المجموعة التي تشايف فيها هنا هذه المسيرة التقليدية التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات مشيا على الأقدام لتنتهي بصلاة وأخذ البركة من غبطة البطريارك والمطارنة والكهنة على وقع ترتيل أمنا مريم العذراء فاقبلي مني يا سيدة الكرمل هذا التكريم وتقبلي طلباتنا وتشفعي لنا للنورسات مارلن الحدوى من ساحة كنيسة ستالا مارس حيفا